سابت الليوه أهلا وصحب حراجي فاند قانون الحالي دلوقتي قانون الجريمة الإلكترونية أو الذي يتعامل مع الجريمة الإلكترونية بيعرفها إزاي وإزاي بينسحب تطبيق هذا القانون على المخالفين سواء عمليات النصب وإن أنا أبيع منتج أو سلعة مخشوشة أو فيها مشكلة أو غير اللي طلبها العميل أو بقى وصولا للإكستريم أو المرحلة القصوى اللي هي يعني التعريض للضرب أو السرقة أو القتل بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي أنا بقول لحدك استكمال لأخي المهندس وليد بقول بتعريف بريف كده عن ما هي تلجريمة التكنولوجية أو المعلومات هي أو سايبر كرايم بنقول هي إيه عشان كل مشاهدة يرافها هي أي فعل أو امتناء عن فعل غير مشروع تمام وغير آمن مخالف وغير منضبط وغير مصرح به يستهدف التكنيات التكنولوجية الحديثة يستهدف الإنترنت السوشيال ميديا الاتصالات أن يصيبها بضرر أو يستخدمها يعني بيستهدفها أنه يصيب شبكة الإنترنت يصيبها بأضرار أيما لوجيكل أو فيزيكل يعني يدمرها حاجة زي كده أما يعني يستهدفها أو يستخدمها وده اللي إحنا بصدده الآن يعني يستهدفها أو يستخدمها أو يستخدمها يستهدفها يعني يصيبها بضرر رحت شبكة معلومات هنا أصبتها بضرر أطعت الأسلاك بتاعت شبكة معلومات معينة أطعت الويفز أعملت كصة تكنولوجية طب لو دخلت على واي فاي حد بالضبط ما أنا بقول لها حضرتك استهداف استهداف للشبكة استهداف للشبكة فبجي بقول إيه هو أي فعل أو امتناع عن فعل غير مشروع وغير آمن غير مشروع وغير آمن وغير مرخص به ومخالف يستهدف هذه التكنوليات التكنولوجية الحديثة أو يستخدمها في مثل هذه الأعمال الغير مشروع وما أرى ذلك لما نيجي نحرك قلت عملية التساوك الإلكتروني عايزين نفرق بين حاجات مهمة جدا التساوك الإلكتروني زي ما قلت وان تو وان الشخص اللي توفاه الله ده في الحادث ده ده وان تو وان مع واحد بعيدا عن الموقع أما لو كنت أنا بتعامل مع الموقع نفسه اللي هو بيعمل لي عملية الشوبينج مع عملية السيلز الموقع ده بنفرق بين حاجتين يا أستاذ سواء كان هذا الموقع متواجد في داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج لو متواجد داخل جمهورية مصر العربية وأنا بتعامل معه فيه 3 أو 4 مواقع هنا براند معروفين في مصر بتعامل معهم لو حصل إن أنا فيهم غش تجاري ولا بقدر أهديه تبقى للقانون تمام حالك بتسألي برضو طب القانون هل إحنا عندنا قانون يعني نظر بحيك ألمنا بعد كده على القانون اللي هو خلاص على وشك الإصدار الحمد لله بعد جهود مدنية من وزارة الاتصالات ووزارة العدل ووزارة الداخلية والأجازة السيدية حضرتك فيه قانون اتصالات حماية حقوق الملكية الفكرية التوكيال الكتروني قانون الطفل المعدل قانون الأحوال المدنية فيه الطفل المعدل الطفل الطفل يعني بمعدة المادة 126 حضرتك مادة 126 عدلت في قانون الطفل بحيث إنها بتجرم أي استخدام لأي ميديا عبر شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا يسيء للأطفال أو فيه عمليات استغلال الجنسي للأطفال أو فيه كارتون حضرتك فيه كارتون بيستغل الجنسية فالمادة دي في قانون الطفل اللي هو في المادة 126 دي دي عدلت بحيث إنها بتجرم هذا ما عايزين من المرة كده يا فندم هو خارج موضوعنا بس برضو يعني كلمة الواحد يقولها ما عايزين برضو يا فندم نشتغل كلنا إن إحنا نعدل المادة اللي بتقول إن إن من هو أقل من 18 سنة لو اختصب أو قتل شخص آخر لا يحكم عليه بالأدام يعني 17 سنة وكم شهر وعاقل وبالغ وراشد وفاهم بيعمل إيه ويقتل طفلة ولا يختص الطفل صغير ولا طفلة ويدخلوا كم سنة السجن ويطلع منها يعني برضو صعب أرده أكمل لك الحتة المهمة قوي اللي هي وان توان عاوز أقول حاجة لكل المواطن أي مواطن مصري مستخدم للإنترنت والسوشيال ميديا إن المجرم السايبر كرايمر الكريمينال اللي هو المجرم السايبيري اللي هو بيستخدم الإنترنت عشان يقع بيا وينصب عليها عنده طريقين الطريقين الطريقة الأول إنه هو يتمكن تكنولوجيا من اختراق حسابي من اختراق الموبايل بتاعه من اختراق الأكاونت بتاعه ويأخذ معلومات ويبتدي يبتزني ده اللي كل نعرفه باسم الهاكينج الهاكينج يا وليد بي كده مثلا الأستاذ في الحاجات دي ويبجأ بساعد الناس اللي تعملها هاكينج ليساعدهم لا 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 خضرت أستاذ في الهاكينج لا لا خلاص طلعت عليك تبتلوها إيه أيها خلاص قال عليك وعا كده طايتل بتاع المهندس وليد حاجين أستاذ الهاكينج الطريقة التانية وهو الأهم والأخطر وهو بقى إنه بيتمكن من الاحتيال والنصب على المجنة عليها على الضحية طيب السؤال في الحالة الأولانية اللي بيعمل هاكينج اختراق لحساب حد ويسحب صور بيانات ويبتزوا به عقبوا إيه في القانون عقبوا حضرتك بيتنوع ما بين سنة واثنين وثلاثة القانون الجديد دي بقى دين يعني ساتك لما تكلم عن القانون الحالي أنا بنتكلب على مشروع قانون بالضبط بالطريقة التانية احنا قلنا يا إما هاكينج على على إكس من الناس ويتمكن من الاستلاء قرصانة الإلكترونية على الداتا بتاعته ويبتر يستغل له بقى ابتزاز مالي ابتزاز جنسي تشهير ساب بقصف وما ألا ذلك ودي علاجها أن كل مواطن يجب أن يعلم تمام أنه حينما يتعامل مع شبكة الانترنت مستوى الأمان زيرو لابد أن يستخدم الأنتي فيروس الفايروول كل الأجهزة ويغير الباسورد ويغير الباسورد ويغير الباسورد وما يستغلش حضرتك مع واحد في الواي فاي ويديله عشان ده حبيبي وقصة الإنترنت كل كلام ده النقطة التانية المهمة لنا بولا وهي موضوع التسوق دوت أن أولا لا تتطق في أي متعامل الوان توان الوان التاني لا تتطق في أي حد على الإطلاق يجب أن يكون عندك آليات للتأكد فإنت حينما تتعامل مع إكس من الناس حلي بال حضرتك إن إكس من الناس دوت قد يكون فيك وقد يكون صحيح ولكن هي بقى ده نقطة اللي بيستغلها الجاني بيستغلها الجاني في أنه بيلقي مصارد إلكترونية للمجنة عليه بيديله سعر خرافي بيديله حاجة لقطة يعني عفوا بالظبط وعروض مشتدة يعني حالك لما يفيد كمبيوتر بسبيكس معين 58 ألف جنيه لما أنا أعرضه وليد بيع بـ 25 ألف جنيه يبقى يعني ده لقطة لقطة وبعدين فيه بقى هنا بنقول للمواطن اللي هو اضراحة ضحايا دي ربنا يرحمه يرحمنا جميعا إحنا بنقول لازم تاخد بالك لازم تاخد بالك من اللوجيك بتاع السعر اللي المقدم العرض ده هل هو مقبول أو مش مقبول نقطة تانية في حاجة كان طالب في هندسة الله يرحمه يعني شاف لابتوب مناسب لي علشان شق عشان درافته لا هو كمسة عشرين ما كانش خمسة عشرين بصراحة بالإسبيكس اللي فيها بريفيرلز بتاعها وبعدين لما أنا أروح حريكة كلا مفود أغلى يعني أغلى كتير طبعا هو التاني المجرم استدرجوا عن طريق السعر وبقول لها حريك لما أنا أروح مكان زي كده في حاجة اسمها أمن ذاتي وأمن شخص لكل مواطن بقى أنا رايح عشان أقابل إكس من الناس ومعرفوش ومعرفوش لازم أعمل احتواطاتي على الأقل بسيب الفلوس مع حد بشوف الأول معايا حد أخذ معايا حد وبعدين أنا حاليك أنا بشتري كمبيوتر تمام كده وأنا بعمل ديبيت أو شاتنج مع الشخص ده إحنا شفنا أشكال المجرمين اللي أموا بالعملية القذرة أشكالهم ما يمكن ما بيعافش يقرأ ولا يكتر صح كده أشكالهم العامة كده فالنهار ده هو لك أنا عمل شات معه وقدري يتكلم معاه كان يقدر إنهما يعرف إنهما ما عندهمش إكسيبيلينس إكسيبيلينس بالكلام لو حرطوها مش شكلهم يعني مش شكل كمبيوتر الخطورة بقى هنا هو هو رايح لابد أن أتخذ إجراءات أمن ذاتي أمن ذاتي يا حبيبي إن أنت ما تروحش على طول المكان أنت ضمي بالنسبة لك ما تعرفش هو فين لازم يكون معاك واحد أو اثنين أو تلاتة وأنا رايح تبصوا أنتو تقف بالفلوس أنا حبص أنا روح أبدي بنص ساعة أعمل معينة للمكان أشوف المكان أشوف تحركاتهم على أدل يا فندم ما يتعامل ما يتعاملش مع المواقع الشخص الشخص أو شخص شخص لنضال بقى إن شاء الله في القنون ويقننوا يعني فندم المواقع بتاعة شخص الشخص دي مين اللي يقننها مين اللي يقننها برلمان يا فندم برلمان هيعمل إيه ولا هيعمل إيه دي مواقع كل يوم بيطلع في خلال الديئة الوحدة بالعشرات من المواقع الجديدة لو خطر ينفع يتعامل ولا لكن لو خطر ومش عارفين نقننه ولا نرأبه يبقى نمنع ونجرم المواقع يا فندم حضرتك اللي بتتكلمي فيه ده بيندرج نمرة واحد هو المواطن يبقى عنده توعية حضرك النهاردة لما المواطن يبقى عارف مميزات وخطورة كل حاجة هو اللي يقدر يختار لما يعرض نفسه المخاطر هو اللي اختار لكن المجلس هيعمل ايه اسمحون دعوان درجة على حركاتي لحضراتك